اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة التي نحفظها في X وبالتالي حجم الذاكرة لكل متغير فلدينا الكثير من أنواع البيانات كبيانات رقمية أو أرقام صحيحة حروف أو كلمات وحتى أرقام كسرية أو قيم منطقية True False لدينا في هذا الجدول أنواع المتغيرات المستخدمة في البرمجة وحجم الذاكرة المستخدم لكل متغير ولو تلاحظ أن فوات لا تستخدم أي ذاكرة وذلك لأنها لا تعود بأي قيمة وتستخدم فقط للدلالة على الوظائف أو الـ Function كذلك العبارة String أو العبارة النصية ستستخدم لكل حرف 1 بايت لكل حرف 1 بايت قواعد تسمية المتغيرات ألا يكون ألا يكون الإسم إسم تعليمة أو نوع متغير مثلا إنت إنت اللي يعني أنتغير أو أن لا يبدأ الإسم برقم وأن لا يحتوي الإسم على فراغات أو رموز خاصة إلا الشرطة السفلي نأخذ مثال عملي هنا عرفنا المتغير إكس على أنه نوع إنتجر أو صحيح ويحمل قيمة مئة وثلاثة وعشرين نجرب عرض القيمة على السيريال رح يعطينا الرقم مئة وثلاثة وعشرين لكن فيه هضر للذاكرة لأنه ممكن استخدم متغير يأخذ مساحة أقل أنتغير يأخذ اثنين بايت المتغير من نوع بايت يستطيع حمل نفس القيمة وبحجم ذاكرة أقل واحد بايت لا يمكن حفظ أرقام في متغير نص رح يعطيك خطأ يبدأ من إدراج علامة تنصيص ليتمكن من حفظ هذه القيمة النصية عند تعريف المتغيرات في الأعلى يمكن استخدامها في أي جزء من البرنامج لكن عند استخدامها وسط وظيفة ما سيعمل المتغير داخل الوظيفة فقط وإذا استدعيت خارج الوظيفة سيكون خطأ يعطيك خطأ بأنه غير موجود هذا المتغير لذلك يجب تعريف المتغيرات العامة في الأعلى ومتغيرات التي في الوظائف تستخدم فقط في الوظيف لا يمكن استخدامه خارج الوظيف أرجعني أكون هذا مفيد لكم السلام وعليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر